اكد معالي الشيخ خالد بن عبدالله الخليفة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة الوزرية للمشاريع التنموية والبنية التحتية ان الواجهة البحرية شمال المنامة وبفضل الرؤية الحكيمة المعززة بثقة المستثمرين باتت تشكل معلما حضاريا لمملكة البحرين واحد المحركات الرئيسية لاقتصادها الوطني وقال معالي لدى زيارته مشروع خليج البحرين لقد ساهم التوجه الحكومي المرتكز على ان يلعب القطع الخاص دور الشريك كالفاعل في عملية التنمية والتطوير من خلال عدة ضمانات لمؤسساته لتعمل بكل مرونة وسلاسة كتوفير الغطاء التشريعي المتقدم وتسهيل اجراءات الحكومية وتعزيز المقومات التنافسية الجاذبة للمستثمرين المحليين والدوليين ساهم ذلك كله في انشاء مشاريع نوعية واستراتيجية متعددة للاستخدامات لتلبي احتياجات قطاعات الاعمال والاستثمار والتطوير العقاري والسياحة وترفية وكان معالي الشيخ خالد بن عبدالله الخليفة قد تفضل بزيارة مشروع خليج البحرين يرافقه سعادة المهندس عصام بن عبدالله خلف وزير الاشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني تلبية لدعوة تلقاها معاليم من السيد عاطف احمد عبد الملك الرئيس التنفيذي لمجموعة اركبيتا رئيس مجلس ادارة شركة خليج البحرين للتطوير وذلك للاطلاع على اخر التطورات الانشائية في المشروع وخلال الجولة التي اجرها في ارجاء خليج البحرين ابدى معالي الشيخ خالد بن عبدالله اعجابه بهذا المشروع وعناصره المتكاملة وما اطفت الى هذه المنطقة من رونق وجمال معماري فريد من نوعه حتى اصبحت نقطة جذب تعكس الوجه الحضاري للمنام الحديثة التي تقع على مقربة من المنام العتيقة وما تسخر به من اصالة وهوية وتاريخ تليد وقال معالي انه على الرغم من سهولة الوصول في الوقت الحالي الى مشروع خليج البحرين بفضل قوة ومتانة البنية التحتية وشبكة الطرق والمواصلات العامة الا ان هذا المشروع والمشاريع الاخرى المحاذية له سيتعزز دوره اكثر عند الانتهاء من مشروع شارع المحرق الدائري الذي سيربط بين المحرق والمنام واوضح معالي ان البحرين تمتلك العديد من المقاومات التي تجعل من مناطق اخرى في المملكة مهيئة لاحتضان مشاريع مماثلة لمشروع خليج البحرين التي تؤثر بشكل مباشر وغير مباشر على الاقتصاد الوطني والناتج المحلي الاجمالي من حيث خلق وتوفير فرص عمل جديدة للمواطنين وتنويع مصادر الدخل وتعزيز موقع مملكة البحرين على مستوى المنطقة بوصفها مركزا للاعمال ومقرا رئيسا للعديد من الشركات والمؤسسات الاقليمية والعالمية ويعتبر مشروع خليج البحرين احد اهم المعالم في العاصمة المنامة وواجهة بحرية مطورة عقاريا وتبلغ مساحة حوالي 450 الف متر مكعب وبقيمة استثمارية بلغت 2 مليار ونصف المليار دولار بيوفر خليج البحرين خدمات سكنية وتجارية وسياحية بالاضافة الى مرافق مجتمعية ومرافق عامة من جانبه اعرم السيد عاطف احمد عبد الملك رئيس التنفيذي لمجموعة اركاميتا رئيس مجلس ادارة شركة خليج البحرين للتطوير عن بلغ شكره وتقديره لتفضل مع الشيخ خالد بن عبد الله الخليفة بزيارة مشروع خليج البحرين للاطلاع على اخر تطورات الانشائية في المشروع حيث طورت الشركة ارضا مساحة 20 الف متر مربع للاستخدام كمساحات عامة مكشوفة اضافة الى بناء العديد من المحلات التي تم تأجير 70 بالمئة منها كما اكد مواصلة الجهود التي تبدلها مجموعة اركاميتا وشركة خليج البحرين لتطوير في تعزيز المساعي المخلصة التي تبذل او تبذل لمواصلة العمل بجهد واخلاص لتحقيق الرفع والخير للوطن والمواطنين ودعم الاقتصاد الوطني ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة